نحن نتحدث عن الحساسية والربو عند الأطفال وشو هو العلاج اللي ممكن يتم استخدامه موجود معنا دكتور إحسان الجندي استشاري أمراض الصدرية للأطفال صباح الخير وأهلاً وسهلاً دكتور صباح النور شكراً للاستضافة الكريمة أهلاً وسهلاً ونصبح على المشاهدين جميعاً صباح الورد أهلاً وسهلاً بحضرتك دكتور يعني موضوع الحساسية والربو اليوم اللي ما كان يعاني من الحساسية اليوم عم يعاني من الحساسية وعم بشكو كتير فأكيد هذا الموضوع مؤرق للأهل خاصة لما يكون الأطفال مصابين بيئة الحساسية وأديب كمان منشوفهم مرات كتير بتعبوا من هذا الموضوع فتوضح لنا شو الأسباب اللي بتأدي لها الإصابة بيئة الحساسية وكيف أنه الربو هو نوع من أنواع الحساسية شكراً لإلك هو الكلام اللي اتفضلت فيه صحيح ملاحظة عالمياً أنه الربو والحساسية عم بتزيد فيعني إذا الناس اللي بيعرفوا الأديم زمان ما كنا كتير نشوف حساسية وربو زي هاي أيام خصوصاً بالأطفال فبلا شك أنه الربو والحساسية عم بتزيد عالمياً وطبعاً هذا الحكي عم بنشوفه إحنا برضو هنا بالأردن هلأ إذا بدنا نعرف شو هو الربو بداية الربو هو عبارة عن حساسية مزمنة بتصير بالقصبات الهوائية يؤدي هذا الكلام أنه بصير زي تضيق في القصبات ما بيوصل الهواء بشكل جيد على الرئتين وبالعادة الربو بيجي على شكل هجمات الطفل أو الشخص المصاب بالربو ما بيكون دائماً تعبان بتيجي نوبات بيكون فيه إلها محفز معين بالعادة خلال هذه النوبة الربو بيشتهر بثلاث أعراض السعال والصفير وضيق النفس فأي شخص أو طفل بيصير عنده نوبات متكررة فيها سعال وفيها صفير أو أزيز في الصدر ويعاني من ضيق النفس سواء مع الحركة أو أحياناً بالحالات الشديدة حتى الطفل هو جالس بتتفرج عليه بتلاقي نفسه تعبان فإذا تكررت هذه الأعراض هون إحنا بنصير نفكر بالربو الربو يعتبر هو جزء من الحساسية العامة الموجودة بالجسم الحساسيات أنواع مثلاً فيه حساسية أنف فيه حساسية جيوب فيه حساسية عيون فيه حساسيات جلدية وفيه حساسية الصدر اللي هي الربو فالربو هو يعتبر جزء من منظومة أكبر اللي هي الحساسية ومريض الربو قد يعاني من الحساسيات الأخرى كذلك فمرات منلاقي طفل أو شخص عنده حساسية بصدره أيضاً عنده حساسية بالأنف بالعينين بالجلد ممكن أنها تيجي الحساسيات مع بعضها نعم يعني بنعرف أن الحساسية أو الربو ممكن تكون موضوعها موسمي من مجرد تعرضهم لمستثيرات ممكن بتأثر عليهم وبتخلي عندهم هاي الحساسية تزيد أو تظهر أو زي ما ذكرت حضرتك يعني دكتور الهجمات وفيه أشخاص بتظلها عندهم طول هاي السنة زي ما نحكي اليوم عن الموسمي والهجمات هل قدي بعتمد على التعرضهم لهاي المستثيرات أو لا؟ أكيد يعني هي الحساسيات عموماً في نوع موسمي وهو شائع ومن أكثر الأنواع اللي معروفة في بلدنا هي حساسية الزيتون وهي هالأيام يعني صارت بنهاياتها تقريباً حساسية الزيتون تيجي من نص أربعة لبداية ستة تقريباً اللي هي موسم تزهير الزيتون يعني فيه نسبة مش قليلة من الأردنيين يعانوا من التحسس من طلع الزيتون وبيعرفوا أنه دائماً بهاي الفترة بيصير عندهم تعب بعض هؤلاء الناس مثلاً اللي عندهم حساسية الزيتون تيجي فقط حساسية علوية بتلاقي بيعطس منخيرهم سكرين بحك عينيه بحك أنفه بس ما عنده ضيئة نفس على الجهة الأخرى بعض الناس إضافة لهذه الأعراض بتلاقي بيصير عنده أعراض الأزيز وضيق النفس أو أنه فيه ناس بيكون أصلاً عندهم ربو ولكنها بتزيد في مواسم معينة الربيع هو أكتر شي بنشوفه سواء من الزيتون أو من الأشياء الأخرى بالأطفال كتير بنشوف الربو بيزيد بفترة الشتاء وأكتر شي بيزود النوبات الربو عندهم هي فيروسات الرشح فإصابة الطفل اللي عنده تحسس بالصدره أو الربو إذا أصيب بفيروس رشح ممكن هذا أنه يحفز نوبة ربو وبعض الناس بتلاقيهم على مدار العام ممكن أنه يعني تيجيهم في أي وقت هذه النوبات نعم طيب دكتور يعني على الحساسية الموسمية يعني فيه أشخاص بقولك أنا طول عمري ما عندي حساسية فجأة صار عندي حساسية أو حتى عند الأطفال ممكن يكون هذا الإشي وزي ما ذكرت بعد فرضا ما ويمكن مؤخرا العديد من الأشخاص عانوا من هاي المشكلة كانوا مريضين مرشحين عندهم من فلونزا إلى آخره امتد يعني المفروض هم طابوا ولكن ضل عندهم أعراض اللي هي السعال وهاي وربطوها بإصابة بحساسية فشو التغير هذا العنبس يعني هو الحساسية ما إلها عمر معين الحساسية ممكن تظهر بأي عمر من الطفولة المبكرة إلى الشيقوغة فهو صحيح أنه عادة فيها استعداد وراثي والربو والحساسيات هي أكثر شيوعا بالأطفال منها بالبالغين ولكن ممكن تظهر بأي وقت هلأ طبعا أكيد مش أي حدا يعني إجته رشحة انفلونزا تقيلة طولت معه أسبوع زمان أنه خلص بشخص حاله ربو أو حساسية إحنا عادة يعني تحتاج لطبيب مقتص وعادة إحنا ما بنشخص الطفل أو الشخص أنه يعني عنده حساسية صدرية أو ربو إلا إذا تكرر الموضوع ثلاث مرات فما أكثر بس يعني مرة مرتين بتصغير بتيجي مرات هيك التهاب قصبات رشحة تقيلة نزلت على الصدر عادة لها أسبوع أسبوعين بتعدي مش هذا اللي إحنا بنحكي عنه إحنا بنحكي عن شيء متكرر استعداد جسمي طبيعة الجسم إنه هو لما بيتعرض لمحافزات معينة بتصغير عنه هاي طيب دكتور شو هي العلاجات اللي بتم استخدامها للأطفال تحديدا يعني علاجات الربو هي شبيهة تقريبا بين الأطفال والبالغين الاعتماد الرئيسي في علاج الربو هو على البخاخات إحنا بنعطي البخاخات وبيكون فيها هاي البخاخات أدوية تسيطر على الحساسية والربو للأسف الربو ليس له علاج شافيه هو يعتبر من الأمراض المزمنة ما في دواء نأخذه هيك مرة واحدة وخلص يخلص الربو وانتهينا ولكن يمكن جدا السيطرة عليه يعني إذا يمشي سيطرة على المرض وإنما سيطرة على الأعراض سيطرة على الأعراض أكيد فالشخص أو الطفل المصاب بالربو إذا اتبع خطة العلاج السليمة وظلوا ملتزم بالعلاج بشكل جيد يستطيع أن يعيش حياة طبيعية تماما وزي ما قلنا الشيء الرئيسي اللي بنعتمد عليه هو البخاخات في بخاخات تحتوي على الكورتزونات الموضعية هلأ الناس بتخاف لما بنقول بخاخة كورتزون ولكن هذه لأنها موضعية هي عادة آمنة وبنقدر نستخدمها لفترات طويلة ويوجد أيضا بعض العلاجات الأخرى اللي ممكن تنعطى عن طريق الفم بالحالات الشديدة مؤخرا ظهر علاجات من أنواع جديدة اسمها العلاجات البيولوجية هذه فقط لفئة صغيرة محددة اللي عندهم ربو شديد وهذه تأخذ إما عن طريق الوريد شو نفسد بالعلاجات البيولوجية العلاجات البيولوجية هي عبارة عن أجسام مضادة موجهة لمسببات محددة للربو فإحنا صنعوا مخبريا إنه عرفوا شو الأشياء اللي هي بتحفز الربو وصنعوا لها إجسام مضادة إلا تسيطر عليها وتهاجمها بس هاي الأدوية نوعا ما سعرها مرتفع تأخذ لمرة واحدة ولا بتظلها كل موسب في إلها بروتوكولات بعضها تعطى شهريا بعضها تعطى كل أكم من شهر ولكن هذه هي لفئة قليلة من الناس اللي ما استجابوا على العلاجات العادية البخاخات والأدوية العادية وعندهم حساسية شديدة ممكن نلجأ لهذا متى أنا بقرر بأنه هذا المريض ما قدري أنه يتحسن على العلاجات قدير الفترة الزمنية يعني بالعادة عدة أشهر يعني إحنا لازم أنه نعطي الأدوية فرصة كافية عادة بتكون بالأشهر والموضوع هو ليس فقط علاج هو أيضا أسلوب حياة لأنه كثير من الأشياء بتأثر على الربو والسيطرة على الربو من أهمها التدخين زي ما تعرفي للأسف نسبة التدخين عندنا بالأردن عالية جدا والتدخين سواء الإيجابي أو السلبي بمعنى إذا كان نحكي عن شخص بالغ مدخن وعنده ربو رح يواجه صعوب كثير بأنه يعالج الربو اللي عنده ولكن أنا كطبيب صدر أطفال بواجه يوميا مشكلة بالأهل المدخنين سواء بيكون فيه دخان أو أرقيل فيه داخل البيت وهذا بيخلي الطفل أنه ما بنقدر نعالجه بشكل كويس إلى أن يعني ينتبهوا الأهل ويخرج التدخين خارج البيت بشكل كامل معادة بنلاقي أنه صارت الاستجابة أحسن بكتير نعم يعني شكرا لإلك دكتور شكرا على كل المعلومات التي قدمت لنا إياها دكتور إحسان الجندي سيشاري أمراض صدرية للأطفال نورتنا أهلا وسهلا أهلا فيك